حرب وكوليرا يا له من زمن ضاق بحياة اليمنيين وضاقوا منه آخر خبر صادم يكشف عن استعصاء بكتيريا الكوليرا عن العلاج فبحسب تقرير صادر عن المختبر المركزي بصنعاء يشير إلى تطور مقاومة بكتيريا الكوليرا بشكل كامل للمضادات الحيوية خلال هذا العام بعد فحص ست عائلات مصابة بهذا الوباء هذا يعني أن العلاجات لم تعد مجزية للشفاء من الكوليرا تطور خطير في ظل استمرار تفشي الوباء وتحذيرات اطلقها أطباء كثر مفادها أن التعامل مع بكتيريا الكوليرا بهذه الطريقة سيزيد من مقاومتها وربما تصبح في الأعوام القادمة مقاومة لجميع المضادات الحيوية بحسب ما أورده موقع المصدر أونلاين فيما كان اليمنيون يأملون في القضاء على هذه البكتيريا يجدون أنفسهم أمام كارثة قد تودي بعشرات الآلاف من المصابين بالمرض كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الحرب والجوع والكوليرا قد جعلوا 80% من أطفال اليمن بحاجة ماسة للمساعدة وأن قرابة مليوني طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد ما يجعلهم أكثر عرضة للكوليرا اليمن البلد الذي يواجه أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم وسط أكبر أزمة إنسانية تحيط به يقف أعزل أمام موجة الحديث المتزايد عن الحاجة الإنسانية الكوليرا التي يخوض اليمنيون معها معركة موازية بلغ عدد المصابين بها 260 ألف شخص فيما بلغت الوفيات نحو 530 حالة منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الجاري بحسب تقرير منشور في المصدر أونلاين وسط تحذيرات من جائحة قد تكون الأسوأ في التاريخ لا يزال في الوقت متسع لمنظمات الإغاثة والشرعية للتدخل ومعالجة كارثة صحية تهدد حياة مئات الألاف من اليمنيين